هنتكلم برضو لأن شوفوا احنا تقريبا في الحلقة الوحدة بقينا منوصل لمرحلة لان احنا منتكلم عن اكتر من بطولة بتنظمها مصر بطولة اللي انا كمان هكلم حضراتكم فيها هي خاصة وهي سابقة مفروض الاولى من نوعها لان في تاريخ التايكوندو المصري يعني مصر حتنظم بطولة الجايزة الكبرى هنا للفريستايل من 8 ل 10 يناير بجواز برضو قيمتها البعض قال لك مش وحشة يعني ربع مليون جنيه 52 ألف جنيه وده بعد اعتمادها الاول يعني اقول لأول مرة اصلا كمنافسة اساسية بدورة الالعاب الافريقية اللي تم استحداثها كمان واستحداث البطولة ككل دي كان ضمن خطة التطوير الشامل لقطاع هنا البومزة بمصر بعد النجاح والانتشار اللي اتحقق فيه فبالتوفيق اعتقد برضو خبر دي اعتقد جيد جدا وسعادة ان احنا برضو بنسمع انجازات زي دي رياضية وخاصة بيه كمان مصر والتنظيمات المختلفة اللي بالمناسبة خير يقول لحضراتكو اللي بينظم يعني الفعاليات دي مصريين ودي نقطة مهمة جدا يعني ممكن حد يجي يقولك طيب ماشي بتنظموا يعني بطولة دولية على ارضكو عادي البنية التحتية عملتوها بس انتو لسه ما عندكوش الفكر لا خليني يقول لحضرتك ان الكوادر اللي شغالة على البطولات دي كلها كوادر مصرية بنسبة كبيرة جدا فده معناه ان انت حصل عندك تطوير ان انت بتريد تستعين كمان باهل الخبرات طبعا لكن بالشباب اللي عنده برضو فكر مختلف فكر متطور المطلع على العالم فهي دي او دي الخلطة بتاعت النجاح انك تعتمد على الخبرات بس كمان تستعين بالفكر الجديد والمستحدث من قبل الشباب الصغير دايما يبقى عنده رؤية مختلفة عشان كده انت في الاخر يبقى عندك معادلة في تنظيمات اكتر بين رائع البطولات يعني مختلفة